إذن حزب التجمع الوطني للأحرار يكرس موقعه الجديد كأول قوة سياسية في المملكة محققا قفزة كبيرة في نتائج انتخابات مختلف المجالس مئة ومقعدان في مجلس النواب عوض 37 مقعدا في انتخابة 2016 9995 مقعدا في مجالس الجماعات والمقاطعات بعدما حل في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 رابعا بحصولها على 4408 مقاعد و196 مقعدا في مجالس الجهات مقابل 90 مقعدا المرتبة الرابعة خلال الانتخابات الجهوية للرابع من شتنبر 2015 والآن من أمام مقر حزبة جمع الوطني للأحرار برباط معنا موفد ميدي انتفي عبد المولى بو خرس عبد المولى أهلا بك مرحبا لينا مرحبا مشاهدين الكرام عبد المولى ما هي الأجواء أمام مقر الأحرار بعد إعلان هذه النتائج نعم لينا نتواجد بداخل مقر حزبة جمع الوطني للأحرار بمدينة الرباط طبعا هناك هدوء يسود المكان بعد أن كان يعج بالحركة يوم أمس إبانا تقديم خطاب النصر ما يمكن تسميته خطاب النصر لرئيس حزبة جمع الوطني للأحرار عزيزة خنوش طبعا هذا الصمت أو هذا الهدوء هو ما يسبق الحركة التي يرتقب أن يعرفها هذا الحزب في قادم الأيام طبعا حيث سيكون قبلة لأقل قيادات الحزبية لباقي الأحزاب من أجل مشاورات تشكيل الحكومة هذا طبعا بعد التعيين الملكي حسب منصوص الفصل السابع والأربعين من الدستور طبعا بالعودة إلى أجواء يوم أمس في خطاب النصر الذي يلقاه رئيس الحزب والذي أكد على أن هذه المشاورات فيصلها وكذلك محددها هو أن تكون الأحزاب وطنية تتقسم وإياه نفس الانشغالات وكذلك الأولويات وأن هذه المشاورات ستكون على أساس برنامج الحزب الذي أنفق في إعداده خمس سنوات من الإنصاط للمغاربة في جميع الجهات والتي تنبني على خمسة محاور رئيسية وخمس وعشرين إجراءا الحزب أو رئيسه أشار إلى أن الحزب همه في المرحلة المقبلة ليس مواجهة أي فصيل سياسي وإنما هو خدمة المغاربة الذين أولو هذه المرتبة غير المسبوقة في تاريخ الحزب والتي قوى مهاميات واثنان مقاعد وكذلك ما يقارب العشرة آلاف مقعد على مستوى مجالس الجماعات والمقاطعات ومئة وستونة وستة وتسعون مقعدا على مستوى مجالس الجهات إذن هي نتائج غير مسبوقة في تاريخ الحزب سأعطته الريادة في هذه الانتخابات الاستثنائية التي جرت لأول مرة وجمعت بين الانتخابات التشريعية والجهوية وكذلك المحلية طبعا الإكرهات كبيرة وكذلك بحسب ما استقينا من آراء القيادات الحزبية وخاصة بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب في المرحلة المقبلة هي إكرهات اقتصادية واجتماعية وكذلك سياسية طبعا الهدف هو تلبية الوعود التي قدمها الحزب وكذلك تلبية انتظارات المغاربة في المرحلة المقبلة طبعا أعود إلى خطاب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي أكد على أن المغرب نجح في رهان هذه الانتخابات برغم الظرفية الصعبة التي تطبعها جائحة كورونا وكذلك برغم محدودية الحملات الانتخابية كانت محدودة في العدد وكذلك في الزمن ولكن قال بأن الربح الأكبر هو ربح رهان هذه الانتخابات وكذلك الفيصل هو تشكيل حكومة منسجمة ومتسقة تتقاسم نفس الإكرهات بعيدا ربما عن ما يمكن تسميته حوادث السير التي شهدتها الحكومة السابقة وبعض المشاحنات التي كانت تعرفها بين بعض الفرق البرلمانية الموالية للأحزاب المشاركة في الحكومة بخصوص بعض القرارات التي تساندها بعض الأطراف وتعارضها أخرى فبالتالي نحن فقط في انتظار هذه الخطوة وخطوة التعيين الملكي من أجل الدخول في مشاورات هذه الحكومة حاولنا يوم أمس استقراء آراء كما أشرت لبعض القيادة الحزبية من التجمع الوطن الأحرار حول شكل أو لون هذه التحالفات الحزبية الكل كان يقول بأنه يجم عدم استباق الأحداث انتظار التعيين الملكي بحسب صلاحيته في الفصل 47 من الدستور ثم الدخول في هذه المشاورات بدون خطوط حمراء في وجه الأحزاب السياسية شريطة أن تكون لها نفس التوجهات وهي خدمة المغاربة وكذلك الرغبة في العمل بأنسجام بغرض عدم تضييع الجهد في المناوشات السياسية الجانبية وتوجيه كل الجهود على خدمة المغاربة وتحقيق البرامج أو البرنامج الحكومي الذي سيجمع توجهات جميع الأحزاب وعلى رأسها طبعا توجهات حزب التجمع الوطني للأحرار عبد المولى بوخ ريس موفد مدئان تيفي إلى مقر حزب التجمع الوطني للأحرار شكرا جزيلا لك